اشتركوا في القناة من العام الفين واربعة وعشرين وبالشراكة مع شركة اي تي اف اكس الشركة الرائدة لتداول الاوراق المالية ويمكنكم الاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط المرفقة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدع فقرة التحليل الفني والاقتصادي نذكر باهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا اخواني العزاء في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة صدور خبر الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة يصدر لدينا خطاب السيد مكلوم محافظ بنك كندا المركزي اذا اخواني العزاء نبتدع فقرة التحليل الفني والاقتصادي بتحليل معشر الدولار الامريكي دولار اندكس وشاهدنا اخواني العزاء ارتفاع عوائد السندات الامريكية بعد ان شاهدنا تصريحات للسيد جيروم باول والذي قد ادى الى تأكيدات ان هناك تأخير في تخفيف وتيرة التشديد وتحدث الى ان الفيدرالي يحتاج الى مزيد من الادلة على الاتجاه الهابط المستدام للتضخم لتبرير خفض اسعار الفائدة وشاهدنا ايضا رئيس الفيدرالي في ولاية مينيا بوليس السيد نيل كاشكاري قد كتب في مقال ان الاقتصاد المرن يمكن ان يؤجل تخفيضات اسعار الفائدة لبعض الوقت وشاهدنا اخواني العزاء على النقيض صدرت البيانات الامريكية الامة المرتقبة وشاهدنا نوع من التباين حيث ان مؤشر مديري المشتريات الخدمي قد صدر بشكل سلبي بينما مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد ادارة توريدات الاسم صدر بشكل ايجابي ولكن بالرغم من هذا التباين اخواني العزاء وقد تحدثنا في فقرة التحليل الفني للذهب الذي نقوم بنشرها بشكل متواصل اننا سوف نقوم بتفسير هذا التباين في التحليل الفني اليومي وهنا اخواني العزاء نوضح ان مؤشر مديري المشتريات الخدمي قد صدر بشكل سلبي على النقيض المؤشر الصادر عن معهد ادارة توريدات الذي صدر بشكل ايجابي ولكن اخواني العزاء نشاهد الدولار الامريكي ومؤشر الدولار الامريكي لا يزال يتمسك بايجابيته وايضا شاهدنا اخواني العزاء عوائد السندات للخزانة لا تزال مرتفعة فاذا نظرنا لمؤشر مديري المشتريات الخدمي قد سجل مستوى اثنين وخمسون فاصلة خمسة نقطة بينما الرقم السابق واحد وخمسون فاصلة اربعة اي ان الرقم الذي صدر لا يزال اعلى من الرقم السابق ولكنه اقل من التوقعات بعض الشيء الذي كانت عن مستوى اثنين وخمسون فاصلة تسعة فلذلك لم نشهد بهذه السلبية نوع من التراجع لان الرقم الصادر لا يزال يعتبر اعلى بكثير من الرقم السابق ولكن مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معحد ادارة التوريدات الاسم سجل مستوى الثلاثة وخمسون فاصلة اربعة نقطة مقارنة بالتوقعات البالغة عند مستوى اثنين وخمسون نقطة والقراءة السابقة استقرت عند الخمسون نقطة ونصف ولكن هذه اشارات الى ان سوق العمل لازال مرن وقوي جدا ليدعم تقرير الان اف بي تقرير التوظيف فلذلك اخواني لعزاء اذا نظرنا على الرسم البياني نشاهد ثبات الاسعار اعلى مستوى المية واربعة لمؤشر الدولار الامريكي لا تزال تمنحه الظول اخضر لاستيناف المكاسب واستهداف المية وخمسة ومية وسبعة على الميديم تيرم ولن يدخل مؤشر الدولار تحليل زوجة اليورو دولار ويستمر زوجة اليورو دولار بالتراجع وفقا للتحليلات السابقة وحتى اللحظة اذا رجحت الاسعار بكسر مستوى الواحد فاصل سبعة الاف وخمسمية سوف نشاهد المزيد من التراجع صوب الواحد فاصل ستة الاف وثمانمئة على شورت تيرمو قد نشاهد الستة الاف على الميديم تيرمو لن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط الا بعودة الاسعار اعلى مستوى الواحد فاصل ثمانية الاف ومئة اذا نخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوجة الباوند دولار نشاهد زوجة الباوند دولار يسقط بعد ان نجح بكسر مستوى الواحد فاصل ستة وعشرون الف وخمسمية مقتربا من الهدف الاول والدعم الهام الماثل عن مستوى الواحد فاصل خمسة وعشرون الف الذي اذا نجح ثلاث سعار بكسره سوف تمتد التراجعات لمستوى الواحد فاصل ثلاثة وعشرون الف واربعمائة اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل ين الياباني ونشاهد الزوج يقترب من نقطة مقاومة هامة جدا وهي مستوى 149 ين مقابل الدولار الامريكي الواحد والذي باختراقها سوف تمنح الزوج الضوء الاخضر للاندفاع صوب مستوى 152 ومستوى 156 على الميديم تيرم ولن نغير النظرة الإيجابية للزوج الا بكسر مستوى 146 اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل والذي اذا نجح بتخطي سوف نشاهد صعود مدوي يستهدف مستوى 0.88 و0.89 اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي وهو الاخر لا يزال يستمر في ظل السيناريو وتأكيد الكسر لمستوى 0.65 يقود الزوج لسلسلة خسائر تستهدف 64 و23 و63 300 اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل زوج النيوزلندي دولار امريكي وهو الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الامريكي ولا يزال يتداول تحت الضغط مقترب من الدعم الهام وهو مستوى 0.60 300 والذي بكسره سوف تدخل الاسعار في ظل الموجة بيعية تستهدف مستوى 0.59 500 على الميديم تيرم اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد اخواني لعزان بعد ان نجح الزوج بالعودة على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى مستوى 1.34 400 يقود الزوج صوب محو الخسائر السابقة وتحقيق المكاسب للدولار الامريكي مستهدف مستوى 1.36 والذي باختراقه سوف تستمر المكاسب لتطال 1.38 ولن يلغى هذا السيناريو الايجابي الا بالعودة دون 34 400 اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنون وهو الاخر يتراجع ويفشل بالعودة على مستوى 187 وعودة الاسعار ادنى المتوسط المتحرك ودون 187 قد تدخل الزوج في ظل موجة بيعية تستهدف 184 و180 850 وننتلغى هذه التوقعات البيعية اللي بعودة المراكز الشرائية مجددا اعلى 187 ين مقابل الجنين الاسترلين الواحد اذا اخواني لعزان انتقل الى تحليل زوج اليورو ين وهو الاخر يفشل بالعودة على مستوى 160 والاستقرار ادناها يضغط على الزوج للدخول في ظل موجة بيعية تستهدف 158 و156 ولا نتوقف هذا السيناريو تصحيحي الهابط الا بعودة الاسعار اعلى مستوى 160 اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج اليورو مقابل الجنين الاسترلين نشاهد الزوج يتمرد ويحاول محو القسائر السابقة واذا نجح باختراق مستوى 0.85500 سوف نشاهد تكوين موجة فرعية صاعدة تصحيحية تستهدف مستوى 0.86000 ومستوى 0.86500 اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الليرا التركية ونشاهد الزوج توحش مجددا محققا الثلاثون ليرا ونصف والذي اذا نجح بتخطيها سوف تستمر مكاسب الزوج لتستهدف مستوى 31 ليرا على 31 ليرا ونصف على الـ ميديم تيرم اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي نشاهد البيتكوين يتعرض للضغوط البيعية وتحدثنا اخواني لعزان لن يتحرر البيتكوين من الضغوط البيعية لذا نجح بالعودة على مستوى الـ 44500 دولار اما كسر مستوى 42000 دولار وهو مستوى الحاجز النفسي سوف يطيح بالبيتكوين لسقوط 39500 دولار اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل الـ اثيريوم مقابل الدولار الامريكي ونشاهد اخواني لعزان اثيريوم لا يزال يتمسك بالمكاسب وثبات الاسعار على 2200 دولار لا تزال تمنح الافضلية الاجابية لالإثيريوم لصعود صوب 2450 دولار والذي لن يعود للمناطق الخضراء ويتنفس مجددا الا بعودة المراكز الشرائية اعلى 2450 دولار ولن يلغى سيناريو الاجابي للا بكسر 2200 دولار اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الريبل مقابل الدولار الامريكي وهو الاخر لا يزال يتعرض للضغوط البيعية وثبات الاسعار ادنى ال55 سنت لا تزال ترجح الكفة البيعية التي تستهدف 48 سنت على الشورت تيرم وعلى الميديم تيرم قد نشاهد ال40 سنت اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل مالك الملاذات الامن ذهب مالك الملاذات فعلا يعود للمنطقة الحديدية الذي تحدثنا عنها وهي مستوى ال2020 دولار مقابل الانصة الواحدة وشاهدنا اخواني العزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية بعد ان شاهدنا تصريحات للسيد جيروم باول والذي كان يتحدث عن المزيد من الوقت والمزيد من الادلة على الاتجاه الهابط المستدام للتضخم من اجل خلق المبررات لخفض اسعار الفائدة وشاهدنا ايضا رئيس الفيدرالي في مينيا بوليس السيد نيل كاشاكاري في مقال دونه ان الاقتصاد المرن يمكن ان يؤجل تخفيضات اسعار الفائدة لبعض الوقت ناهيك عن البيانات الامريكية الهامة الذي صدرت بشكل متباين نعم ولكن شاهدنا مؤشر مديري المشتريات الخدم الذي سجل مستوى 52 نقطة ونصف وقد كان بشكل سلبي ولكن لو رأينا الى الرقم السابق وهو 51.4 نقطة ولكن يعتبر اعلى من الرقم السابق ولم نشاهد ردة الفعل السلبية على مؤشر الدولار الامريكي وشاهدنا ايضا مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد ادارة توريدات الاسم يسجل رقم كبير جدا وهو 53.4 ليفوق التوقعات الذي استقرت عند مستوى 52 نقطة والنتيجة السابقة الذي كانت مستوى 50 نقطة ونصف هنا اخواني العزاء نشاهد رجوع وهبوط الذهب خلال التداولات القادمة ومحاولات كسر مستوى 2020 ولكن نصرح اخواني العزاء ونقولها ونحط الخط العريض لهذا المستوى وهو مستوى 2020 دولار مقابل الانصة الواحدة مستوى مهم جدا وهو عبارة عن دعم حديدي ولا نأمن تأكيد الكسر ومثلما تحدثنا مرارا وتكرارا في السابق اخواني العزاء اننا يجب ان تتحقق جميع شروط الكسر على الفريم الزمني الاربع ساعات للمنطقة الحديدية 2020 دولار من اجل ان نصادق على تأكيد كسر هذا المستوى وان نصادق على بدء موجة بيعية للذهب تستهدف مستويات الالف تسعمائة وخمسة وثمانون والف تسعمائة واربعون دولار على الميديم تيرم ولكن اخواني العزاء عودة الاسعار اعلى مستوى الالفين وعشرون دولار مقابل الانصة الواحدة قد تعيد الذهب للحياة مجددا وقد تمنح الذهب قبلة الحياة ليتنفذ صوب مستوى الالفين واربعون دولار ويعيد اختبار سعر الاغلاق السابق وقد نشاهد مستوى الالفين وستون دولار مجددا اخواني العزاء وهذا التحليل اخواني العزاء في ظل الاوضاع المثالية بدون اخذ الاعتبار لأي توترات او تسارع الاحداث في منطقة الشرق الاوسط للاحداث الجيوسياسية اخواني العزاء ومن الممكن في حال ان الامور قد تسارعت والاحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط من الممكن حينها ان نشاهد الذهب يشتعل مجددا ويزور مستويات القمم السابقة ولكن نحن نتحدث اخواني العزاء من منطق الوضع المثالي الفني والاقتصادي ونتابع معكم هذا التحليل ونحدث اولا باول من خلال فقرة التحديث الصباحية والمسائية للذهب الذي نزودها في قناة الواتساب والذي يمكنكم الانضمام الي من خلال الروابط المرفقة في صندوق الوصف اسفل الفيديو في التعليقات اذا اخواني العزاء نتمسك ونعود للمرة العاشرة على التوالي لمستوى الالفين وعشرون دولار مقابل الانصة الواحدة المنطقة الحديدية نتابع الاغلاقات حول هذا المستوى من اجل ان نحدد المسار القادم اخواني العزاء وباذن الله سوف اتابع معكم بنفس الاحداث القادمة والتحركات الفنية قصيرة المدى للذهب وباذن الله في حال وجود اي استفسارات نترقب تعليقاتكم اخواني العزاء اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل النفط الخام نشاهد اخواني العزاء النفط الخام لا يزال يتعرض للضغوط البيعية ومثل ما ذكرنا سابقا ثبات الاسعار ادنى الـ 75 دولار مقابل البرميل الواحد لا يزال يضع الخام في وضع حرج قد يطيح به الى مستويات 69 دولار على شورت تيرم وعلى الميديم تيرم نشاهد الـ 65 دولار ولن ينجو الخام من الضغوط البيعية ويتنفس مجددا الا بعودة المراكز الشرائية على الـ 75 دولار اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الفضة نشاهد الفضة تسقط مجددا مع عودة قوة الدولار الامريكي وعودة الاسعار واستقرارها ادنى 23 دولار لا تزال تضغط على الفضة لتقترب من منطقة الدعم الهام وهو 22 دولار والذي بكسر سوف نشاهد المزيد من الخسائر الذي تطال الـ 21 دولار على الـ إذن اخواني لا عزان انتقل الى تحليل الغاز الطبيعي ولا يزال الغاز الطبيعي الجلسة الثالثة على التوالي يستقر في ذات المستوى والمسار ومثلما تحدثنا سابقا لا عودة ولا انتعاش للغاز الطبيعي الا بعودة الاسعار اعلى مستوى 2 دولار ونسوة استمرارية التداولات ادناها قد تؤدي الى المزيد من الخسائر للغاز الطبيعي لتستهدف مستوى الواحد دولار فاصلة 60 سنت اذن اخواني لا عزان ننتقل الى تحليل قائد السوق الامريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ومثلما ذكرنا اخواني لا عزاء في التحليلات السابقة لا امان لمؤشر الداو جونز في البي لا يزال يتداول حتى اللحظة اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم على الفريم الزمني الاربع ساعات وايضا يتداول اعلى الاب تريند خط الاتجاه الصاعد ومثلما ذكرنا اخواني لا عزاء وعلى شورت تيرن ثبات الاسعار اعلى 38 250 لا يزال يضع مؤشر الداو جونز في ظل سيناريو الايجابي وبقوة ليستهدف مستوى 39 39 450 وقد نشاهد الـ 40 000 على الميديم تيرم واي هبوط يا اخواني لا عزاء لمؤشر الداو جونز يستمر اعلى مستوى 37 500 لا يزال يصنف كتصيحات لا اقل ولا اكثر وكحركة صحية للأسعار ولن نغير نظرتنا الايجابية لمؤشر الداو جونز الا بعودة الاسعار ادنى 37500 وتأكيد هذا الكسر وتحقق جميع الشروط على الفريم الزمني الاربع ساعات وباذن الله تعالى كالعادا وتابع معكم اولا باول التحديثات من خلال قناة الواتساب والذي يمكنكم الانضمام اليها من خلال الرابط المرفقة في صندوق الوصف اسفل الفيديو وفي التعليقات اذا اخواني الى عزان انتقل الى تحليل ماشر ستاندر ننبرز الاسبي 500 نشاهد الاسبي 500 يستقر اعلى ال4900 وهي الذي تمكنه الافضلية الاجابية للي انطلاق صعود صوب مستويات ال5000 و5100 على الميديم تيرم اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل ماشر النازدك ويعود النازدك بعد الهبوط الذي تعرض له خلال الساعات السابقة مقتربا من منطقة 17700 والذي اذا نجح باختراقها سوف نشاهد صعود صاروخ يستهدف مستويات 18250 و18800 على الميديم تيرم ولا نغير نظرتنا الاجابية في النازدك الا بكسر مستوى الـ 17000 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الماشر الرسيل الامريكي وهو الاخر يتعرض للضغوط البيعية وثبات الاسعار ادنى 1980 لا تزال تضع الرسيل تحت الضغوط البيعية وبكسر مستوى 1920 سوف يستأنف الرسيل الهبوط والخسائر صوب الـ 1850 ولن يتوقف عن النزيف الا بالعودة على مستوى 1980 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل مؤشر فوتسي الانجليزي ونشاهد الفوتسي يستقر اعلى 7600 وثبات الاسعار اعلىها تؤهل الفوتسي للصعود صوب 7750 و7850 ولن يلغى هذا السيناريو الا بكسب مستوى 7600 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الداكس الالماني ونشاهد مؤشر الداكس لا يزال تداول في ظل السيناريو الايجابي وثبات الاسعار اعلى 16600 لا تزال ترجح الكفة الايجابية والذي لن تستانف الا بتخطي مستوى 17000 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد الكاك يستقر اعلى الـ وثبات الاسعار اعلى 7550 لا تزال تمنح الكاك محاولات للصعود صوب 7700 و7900 اما كسر 7550 قد يدخل الكاك في ظل بعض من التصحيحات العميقة اذا اخواني العزاء ننتقل ختاما الى تحليل المؤشر النيكاي الياباني ونشاهد النيكاي يستقر اخواني العزاء اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم على الاب تريند لاين الفرعي وعلى 36000 وثبات الاسعار اعلى النقاط المذكور سلفا قد تمنح النيكاي افضلية ايجابية لصعود صوب 37000 و238 خلال التداولات القادمة ولن تلغى هذه النظرة التفاولية الايجابية الا بكسر مستوى 36000 والتداول الادنحة اذا اخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفنية اليومية اشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي امان الله